السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هناخد تطبيقات على حساب الماء المسائل كلها اللي بتيجي على درس حساب الماء الدرس ده عندي خمس انواع من المسائل يأما مسألة سعر الفايدة ودي مسائل ليه علاقة بالبنوك يأما مسائل سعر الخصم أو التخفيض اللي بيحصل على المحلات أو على الهدوم أو على الأجهزة الكهربائية يأما مسألة مكسب يأما مسألة خسارة يأما مسألة إنتاج هم دول الخمس أنواع اللي هنشتغل عليهم النهاردة أول نوع عندي سعر الفايدة لما تلاقي مسألة سعر الفايدة سبت كده في دماغك إن أنا هلعب على ثلاث سطور سطر كلام و سطر نسب و سطر أعداد حقيقية سطر الكلام في حاجات سبتة أول ما تشوف مسألة سعر الفايدة بتكتبها إيه هو؟ أول حاجة عندي المبلغ والمبلغ دا اللي بتروح تحطه في البنك و عشان هو في البنك هيجي عليه فايدة يعني فلوسك هتزيد فساعتها هقوله زائد الفايدة يدينا إيه؟ يدينا الإجمالي و هحط المية في المية تحت المبلغ على طول و الزائد تحت الزائد و اليساوي تحت اليساوي يبقى أنا أول ما هشوف مسألة فايدة هعمل السطور بتاعتي وهكتب الكلام دا بالزبط خلينا نشوف أودع هشام مبلغ 3000 جنيه في أحد البنوك فإذا كان البنك يعطي فائدة 10.5% في السنة اوجد جملة ما يحصل عليه هشام بعد سنة من الإيداع وحدة وحدة دي مسألة بنوك يعني مسألة فايدة يبقى أنا هسطر الثلاث سطور بتاعتي أجهز نفسي قبل ما حتى أشوف الأرقام إيه؟ المبلغ زائد الفايدة يدينا الإجمالي والمية في المية تحت المبلغ على طول والزائد تحت الزائد واليساوي تحت اليساوي خلينا بقى نمسك رقم رقم و نشوفها نحطه فين بس خلينا بقى متفقين على حاجة عشان هنمشي بيها لحد أخر الدرس أي رقم عايز تعرف ده عبارة عن إيه؟ بص على اللي قبليه التلات تلاف جنيه دي إيه؟ آه والله يا ميس دي أودع هشام المبلغ ده يعني كان فيه واحد اسمه هشام أخذ في جيبه تلات تلاف جنيه و رح حطهم في البنك يبقى هو ده المبلغ بتاعي يبقى أنا هاخد التلات تلاف جنيه وعشان جنيه تسطر الأعداد الحقيقية العدد الحقيقية هو العدد اللي تميز هحط التلات تلاف جنيه تحت المية في المية طيب أمالي العشرة و نص في المية دي إيه يا ميس؟ بص على الكلمة اللي قبلها بيقول لك فايدة يبقى أنا هحطها تحت كلمة الفايدة طب تحتها على طول ولا تحت اللي تحتها؟ لا يا ميس دي في المية يعني سطر النسب يعني السطر اللي تحت الكلام مع المية في المية يبقى أنا هاجي هنا حط عشرة و نص في المية في أرقام تانية؟ لا هو بقى بيقول لك إيه؟ اوجد جم سانية واحدة أول ما تشوف اوجد أو احسب جهز نفسك عشان هتحط عندها سين عشان هي دي الحاجة اللي مطلوبة منك هو عايز منك إيه؟ جملة ما يحصل عليه هشام جملة دي يعني إيه؟ يعني إجمالي يبقى أنا هاجي تحت الإجمالي أحط سين؟ ولا تحت اللي تحتها؟ لامس هو قال لي جملة ما قال ليش النسبة المقاوية هو عايز الجملة يبقى معنى كده أن أنا هحط السين في سطر الأعداد الحقيقية طيب أنا حطيت سين يا ميس طيب شايف السطر الأولاني ده اللي مكتوب 100% زائد 10.5% إحنا عايزين نجمعهما ده جمع هتيجي أنت بقى على الآلة 100 زائد 10.5 هيديني كسر يا ميس هتعمل إنت إيه؟ هتفكه الدرس بتاعنا ده أي كسر يطلع لك فكه حولوا العشري يبقى أنت هتحط 110.5% وعشان أنت في سطر النسب هتكتب جنبها في المية وإنت بتدخل الجمع ما تدخلش النسب المقاوية على الآلة تاني المسائل اللفظية كلها ما تدخلش في المية على الآلة كده أنا بقى جاهز إن أنا أعمل المقص الكبير بتاعي ليه يا ميس بعمل المقص كبير؟ عشان ده العمارة الكاملة ودي العمارة النقصة يبقى أنا هقوله السين تساوي اللي جمع بعض يتضربوا في بعض اللي على سطر المقص يبقى هتقوله 3000 في 110.5% على النحية التانية بقى من المقص 100% لما تيجي تدخل ده على الآلة بتدخلها بالشكل ده خلي بالك أنا ما بدخلش الفيلمية على الآلة أنا بكتبها بس هتطلع لك كام 3315 3315 ايه؟ والله يا ميس أنا كنت واقف بالسين عند الأعداد الحقيقية اللي لها تمييز معنى كده إن هنا كمال لي تمييز إحنا في المسألة هنا شغالين جنيه يبقى أنا هنا هحط جنيه طب لي يا ميس ما حطتش في المية؟ والله لو كانت السين دي في سطر النسب كنت حطت في المية بس السين هنا في الأعداد الحقيقي تعالى نقول تاني اشترت ميرفت شهادات إيداع من أحد البنوك فإذا كان البنك يمنح فائدة 12% في السنة فحصلت على فائدة مقدرها 2160 جنيه في نهاية السنة ايه جد؟ 8 شهادات الإيداع يبقى دي أول حاجة عندي وجملة المبلغ خلي بالك إن هو هنا عايز حاجتين طيب أنا كده عرفت إن يجي مسألة فائدة هسطر السطور بتاعتي واكتب الكلام اللي أنا عارفه اللي هو إيه؟ المبلغ زائد الفائدة يجينا الإجمالي والمية في المية تحت المبلغ على طول والزائد تحت الزائد واليساوي تحت اليساوي أنا كده جاهز يا ميس هقرأ المسألة كده واحدة 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 أول رقم عندك 12% اقرأ الكلمة اللي قبله فايدة يا ميس يبقى أنت هتيجي تحت الفايدة على طول في سطر النسب عشان ديه في المية وتكتب 12% قبل ما تكمل مش السطر ده كده جاهز إنه يتجمع يبقى 100 مع الـ 12 يدينا 112% ليه حطت في المية عشان ده سطر النسب المئوي طب أدخل في الميات لأ أ المسألة اللفظية ما تدخلش الفيلمية على الآلة أما أدخلها إمتى يا ميس لما تيجي في أكمل ده موضوع تاني بقى طيب الرقم التاني بقى بتاعنا 2160 إيه الكلمة اللي قبلها مقدارها يا ميس إيه مقدارها إيه مقدارها ما تنفعش طبعا مش موجودة عندي في سطر الكلام طيب يبقى معنا كده أن الكلمة دي مش نفعة هعمل إيه هبص للكلمة اللي قبلها فايدة يا ميس حلوة قوي يبقى أنا هاجي تحت الفايدة في سطر الأعداد الحقيقي عشان دي جنيه واكتب 2160 هو بقى عايز ثمن شهادات الإداع اللي هو المبلغ وكمان الجملة اللي هي الإجمالي يبقى أنا هاجي هنا أعمل سين واعمل مقص وهقول له السين تساوي أو المبلغ يساوي أو سمن الشهادات تساوي 100% فيه 2160 اللي جمع بعض على 12% دخلها على الألة من غير النسب المقاوية هتطلع لك 18000 طب ليه جنيه يا ميس عشان إحنا بسطر الأعداد الحقيقية طب هاجي بقى أنا هنا للنحية التانية الصاد هعمل مقص وهقول له 2160 في 112% على 12% وبرضو مش هدخل النسب المقاوية يبقى أنا هتطلع لي 2160 إيه جنيه طب ميس ممكن كنت أجمع السين مع الـ 2160 آه طبعا صح مفيش مشكلة يبقى احنا كده خلصنا مسائل الفايدة بكل الأشكال بتاعتها هنخش دلوقتي عن نوع التاني اللي هو سعر الخصم أو التخفيض إيه اللي بيحصل في التخفيض إن أنا برضو عندي ثلاث سطور بس الحاجة اللي احنا هنعمل عليها تخفيض دي كان ليها مبلغ قبل ما يحصل التخفيض عليها يبقى أول حاجة المبلغ المبلغ بتاع الحاجة نفسها حصل عليها تخفيض أو حصل عليها خصم يعني معنى كده إن الفلوس اللي أنا هدفعها هتقل الحمد لله يبقى هقول ناقص التخفيض يدينا إيه يدينا السعر بعد التخفيض بعد ما حصل التخفيض والمية في المية تحت المبلغ على طول والناقص تحت الناقص واليساوي تحت اليساوي طب أنا لو بلعب على مسألة مكتوب فيها خصم ما فيهاش حاجة أبدا إن انت بدل ما هتكتب التخفيض هتكتب الخصم هيبقى عندي المبلغ آه بس ناقص الخصم هيدينا السعر بعد الخصم طب ميسا نطلق بط وكتبت التخفيض في مشكلة لا خالص التخفيض والخصم زي بعض بس خلي بالك إن هنا عندك ناقص مش زائد المسائل بقى بتيجي ازاي اشترت هويدة فستان مكتوب عليه 180 جنيه فإذا كان التخفيض 40% اوجد مقدار ما تدفعه بعد التخفيض دي مسألة تخفيض هعمل ثلاث سطور سطر كلام ونسب وأعداد حقيقية أنا عارف يا ميس الكلام اللي بيتكتب في التخفيض اكتبه يبقى أنا هقول له المبلغ ناقص التخفيض يدينا السعر بعد التخفيض والمية في المية تحت المبلغ على طول والناقص تحت الناقص واليساوي تعالى بقى أنا ايه هشوف المية وتمانين دي هتتحط فيه ايه الكلمة اللي قبل المية وتمانين ان الفستان مكتوب عليه ميس مية وتمانين يعني ايه بقى مكتوب عليه يعني الفستان ده وهي بتشتريه وي ده اول محطة ايديها عليه لقيت الفستان مكتوب عليه مية وتمانين جنيه ولا تعرف انه عليه خصم ولا تعرف انه عليه تخفيض يبقى معنى كده ان المية وتمانين جنيه اللي مكتوبة على الفستان ده تمن الفستان نفسه المبلغ بتاع الفستان نفسه قبل ما حد يقول لها ان الفستان ده عليه تخفيض يبقى أنا هاجي هنا وهكتب مية وتمانين جنيه وبعد كده قالوا لها ان فيه تخفيض على الفستان ده 40% يبقى اللي 40% دي بتاعت مين؟ الكلمة اللي قبلها التخفيض يبقى انا هاجي تحت التخفيض وهكتب 40% طب ما دي مسألة طرح يا ميس؟ اطرح 100 ناقص 40 هيديك 60 وتحط جنبها ايه؟ في المية اما لو عايز ايه يا ميس؟ اوجد مقدار ما تدفعه بعد التخفيض يعني هو عايز تمنل حاجة بعد التخفيض هاجنا بعد التخفيض وهحط السين تحتها في سطر الاعداد الحقيقية وهعمل مقص مقص كبير عشان العمارة كاملة في حتة والنقصة في حتة بعيدة يبقى انا هقول له السين تساوي او السعر بعد التخفيض يساوي 180 في 60% على 100% وبفكرك اوعد دخل هنا في المية انا بكتبها بس بالقلم هيديك 108 108 ايه؟ والله انت واقف في سطر الاعداد الحقيقية يبقى 108 جنيه طب بوص يا ميس معنى كده انه اي حاجة يقول لي ان السعر ده مكتوب عليها ايها؟ يبقى ده تمن الحاجة نفسها الاصلي؟ اه التمن اللي هو قبل ما يحصل تخفيضه اللي هو المبلغ طب تعالى للي بعده مكوى سعرها 120 جنيه وعليها خصم بنسبة 20% اوجد قيمة المكوى بعد الخصم اه دي مسألة خصم يا ميس هسطر الثلاث سطور بتاعتي هكتب المبلغ ناقص الخصم يدينا السعر بعد الخصم والمية في المية تحت المبلغ على طول والناقص تحت الناقص واليساوي تحت اليساوي المية وعشرين دي اللي هي مين؟ هبص على اللي قبلها سعرها سعر المكوى نفسه قبل ما حتى اعرف ان عليها خصم ولا تخفيض قبل ما اي حد يقول لي اي حاجة المكوى دي اصلا سعرها 120 جنيه سعرها يعني المبلغ بتاعها يبقى انا هاجي هنا للمية وعشرين اكتبها تحت المبلغ طيب امالي العشرين في المية دي ايه يا ميس؟ قال لي نسبة الخصم يبقى معنا كده ان دي بتاعت الخصم هاجي تحت الخصم واكتب عشرين في المية كده نجاهز اطرح مية ناقص عشرين وخلي بالك ان دي ناقص لان الولاد بتتصرع وبتجمع كل المسائل لا ركز وانت بتجمع وانت بتطرح هيديك تمانين في المية امالهو عايز ايه يا ميس؟ اجري على اوجد اوجد ايه؟ قيمة المكوى بعد الخصم يبقى انا هاجي هنا للسعر بعد الخصم وهكتب تحت سين وهعمل مقص كبير وهقول له السين تساوي المية وعشرين فيه تمانين في المية على مية في المية ومش هدخل النسب المقوية هيديك ستة وتسعين ستة وتسعين ايه؟ والله يا ميس انا واقف في سطر الاعداد الحقيقية اللي ليها تمييز يبقى انا هكتب جنيه طب بص يا ميس انا خايف احط المية وعشرين تحت المبلغ بصراحة اي رقم تكون خايف تحطه في مكان لا يطلع مش في مكانه؟ بص المطلوب منك ايه؟ وحط السين عنده يعني مثلا انا فرضا ما كتبتش حاجة هنا ولا هنا هو هنا بيقول لي اوجد قيمة المكوى بعد الخصم الراجل واضح جدا يعني انت عتحط السين بعد الخصم ويبقى الرقم التاني اللي هو المية وعشرين ده النحية التانية عند المبلغ ادام انت احترتي يعني خلاص؟ طيب كده خلصنا الخصم والتخفيض نخش بقى على مسائل المكسب بس قبل ما خش على مسألة المكسب عايز اقول لك على حاجة لو انا عايز اشتري تلاجة هروح كرفور مثلا وهنقي تلاجة وهاشتريها التلاجة دي بكام يا عم قال لي والله التلاجة بستة الاف جنيه عجبتني قلت له ماشي طلعت التلاجة حسبت عليها دفعت الستة الاف جنيه وبقت التلاجة دي ملكي بس ملكي في الشارع الحقيقة مش عارف اتصرف فيها لازم انقلها من مكانها للبيت عندي طب هي عتيجي الوحدة ولا ايه؟ لا لازم هأجر عربية نص نقل مثلا عشان تنقل التلاجة من مكانها للبيت جبت عربية اتفقت مع السواء هتاخد كامي عم قال لي والله انا هاخد ميتين جنيه قلت له ماشي حمل التلاجة على العربية واتكل على الله ونزلها لي تحت البيت واخد الميتين جنيه بتوعه بس التلاجة تحت البيت مش هتساعدني الحقيقة لازم اطلعها فوق طب هل انا هشيلها؟ استحالة هعمل ايه؟ هجيب البواب واقوله لو سمحت طلع هالي فوق طب ما طلع هالي فوق ده لازم يكون انا عندي دم عديله مثلا خمسين جنيه فالراجل طلع للتلاجة فوق جيت احط الفيشة بقى في التلاجة واشغلها وبتاع اتاري التلاجة دي لازم اول مرة شغلها طب اعمل ايه دلوقتي يا جماعة؟ قالوا لي لازم تتصلي بفن الشركة يجي شغلها لك اتصلت بيه جاء فن الشركة اهلا وسهلا ممكن تشغلها لي اه والله يفن الشركة عشان يشغلها لازم 100 جنيه فقم تدفع 100 جنيه شغلها لي الحمد لله وبقت دلوقتي جاهزة يتحط فيها الاكل اوعى تقول لي ان التلاجة دلوقتي وقف علي ب6000 جنيه استحالة كل المصاريف اللي انا عمال ادفعها دي يبقى انا لو قلت ان انا دفعت في التلاجة 6000 جنيه يبقى انا غلطانة يبقى 8 شرط تلاجة ماينفعش يكون 6000 جنيه بس لا دي 8 شرط تلاجة 6000 وكل المصاريف اللي اتدفعت على اساس ان التلاجة تشتغل يبقى معنى كده ان 8 شرط تلاجة دي 6000 جنيه تمانها الاصلي مع المتين جنيه بتوع العربية والخمسين جنيه بتاعة البواب والمت جنيه بتاعة الفني يبقى التلاجة دي واقفة علي ب6350 جنيه يعني لازم تكون عارف المصاريف اللي انت بتدفعها عشان خطر الحاجة عشان هتجمعها على تمن الشرط بتاعة الحاجة يلا جاهز لما هتشتغل مسألة مكسب هتسطر التلات سطور بتاعتنا سطر كلام وسطر نسب وسطر اعداد حقيقية اي تاجر في الدنيا لازم يشتري الحاجة الاول وتبقى ملكه وبعدين يبيعها للناس يبقى انا دلوقتي اول حاجة بعملها بشتري يبقى انا هنا عندي ثمن الشرط زائد المكسب لان فلوسك هتزيد هيدينا ثمن البيع والمية في المية تحت الشرط على طول والزائد تحت الزائد واليساوي تحت اليساوي ونروح بقى نشوف المسائل بتاعتنا بتيجي الزائد اشتري صاحب احد معارض الادوات الكهربائية غسالة من المصنع بمبلغ 2350 جنيه يبقى الحد هنا بقت ملكه بس رجع كمل وقال لك وصرف على نقلها 50 جنيه ثم باعها بمبلغ 3000 جنيه اوجد النسبة المقاوية لمكسبه اه والله دي مكسبه يعني مكسب يبقى انا هعمل التلات سطور بتاعتي سطر كلام ونسب واعداد حقيقية حاجة اقول ثمن الشراء زائد المكسب يدينا ثمن البيع والمية في المية تحت الشراء على طول والزائد تحت الزائد واليساوي تحت اليساوي حبتدي عرباء المسألة واحدة واحدة الراجل ده اشترى الغسالة بـ 2350 حلوة ميس يبقى ده ثمن الشراء اجرى اكتبه تحت ثمن الشراء اوعى اوعى ماهو صارف عليها يعني انت لو تاجر شاطر مش هتقول انا اشتريت الغسالة بـ 2350 لا ده نصرف عليها ميس حلوة اوي يبقى انت هتيجي هنا تحت ثمن الشراء وتقول لي والله انا اشتريت الغسالة دي بـ 2350 زائد الـ 50 جلين انا دفعتها في النقل امال مين يعني اللي هيدفعها لي هيديني 2400 جنيه يبقى الـ 2400 جنيه دي هي ثمن الشراء اللي انا باتكلم عليه وايه وعى تكتب 2350 لان انت ساعتها مش هتعرف تكتب الـ 50 جنيه فين وعمره ما هيديك رقم في المسألة انت مش هتشتغل بيه لازم تشتغل بكل الارقام طيب يا ميس وبعدين نبص بقى للـ 3000 جنيه دي نشوفها ايه ايه الكلمة اللي قبلها باعها يا ميس باعها يعني ثمن الايه البيع طب 3000 جنيه يبقى انا هكتبها تحت البيع ولا في سطر الاعداد الحقيقية لا في سطر الاعداد الحقيقية يبقى انا هاجي هنا واكتب 3000 جنيه طيب اوجد النسبة المقاوية لمكسبه يعني حاجة انا عند المكسب عشان احط سين بس هحطها في سطر النسبة ولا في سطر الاعداد الحقيقية لا انا هحطها في سطر النسبة يا ميس ليه عشان هو بيقول لي انا عايز النسبة بتاعة المكسب فهاجي هنا فهاجي هنا حط سين المفروض ان انا هعمل مقص كده بس انا كنفسي يكون في رقم هنا يا ميس عارفة لو في رقم هنا والله هعمل مقص ولا هيهمني حلوة يعني انت عايز الرقم اللي مزنوق في النص ما بين الالفين وربعمية والتلات تلاف مش كده ايوة ميس اول ما تتزنق في الرقم اللي موجود في النص وتبقى عايز تجيبه ومش عارف اطرح الكبير فيه ومناقص الصغير يعني ايه ميس يعني انت عندك رقم على يمينك ورقم على شمالك انت بقى هتعمل ايه ما انت مزنوق في النص اطرح الكبير فيهم ناقص الصغير فانت هتيجي عشان تجيب الرقم ده اطلع 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 انت بتجيب المكسب يساوي مين الكبير فيهم التلات تلاف يبقى انت هتقول له التلات تلاف ناقص الالفين وربعمية حيديني ستمية جنيه هاخد الستمية جنيه احطها مكانها عشان ارتاح كده تقدر تجيب السين هتقول له السين تساوي المية في المية فيه الستمية على الفين وربعمية هيديك خمسة وعشرين طيب اميس خمسة وعشرين ايه جنيه ثانية واحدة هو انت حاطت السين فين في سطر النسب ولا الاعداد الحقيقية لا ميس في سطر النسب طب ما جميل الاوي يعني معنى كده النسين هنا نسبة والنسبة بعد ما بكتبها بحط في المية تمام كده تعال نشوف واحدة كمان اشترى تاجر سيارات سيارة بمبلغ 68000 جنيه وصرف على نقلها وتجديدها مبلغ 4000 جنيه ثم باعها بمبلغ 82 800 اوجد النسبة المئوية لمكسبه اه والله ميس دي مسألة مكسب 8 الشراء زائد المكسب يدينا 8 البيع والمية في المية تحت الشراء على طول والزائد تحت الزائد واليساوي تحت اليساوي طيب الراجل ده اشترى سيارة بـ 68000 اوعى تجري وصرف على نقلها وتجديدها 4000 يبقى معنى كده انه فتح الشنطة بتاعت الفلوس مرة دفع 68000 ورجع فتحها تاني دفع 4000 جنيه يبقى هو دفع فيها كام يبقى انا هجينا واقول له 8 الشراء يساوي 68000 زائد الـ 4000 جنيه اللي اتدفع وبعد كده حيدين 72000 جنيه هاخد الـ 72 دي احطها تحت 8 الشراء طيب وبعدين فيها ميس 828800 طب ما تقرأ كده الكلمة اللي قبلها باعها يا ميس باعها يعني 8 البيع يبقى انا هجي هنا في 8 البيع في الاعداد الحقيقية شان دي جنيه وهكتب 82800 اما لهو عايز ايه يا ميس اوجد النسبة المقاوية لمكسبه يعني هو مش عايز المكسب لا ده عايز النسبة بتاعت المكسب هو واضح جدا هجي هنا تحت المكسب على طول في سطر النسب وهكتب سين وهعمل المقص ايوه يا ميس ده انا كان نفسي يكون الرقم ده موجود مدهيش نفسك هو مش الرقم ده مزنوق بين الارقام ايوه ميس مزنوق مزنوق ما خلاص عرفت ان حدرك مزنوق خلاص طب لما هو مزنوق طب ما نطرح الكبير فيهم ناقص الصغير اطلع 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 انت حايز تجيب المكسب يبقى المكسب يساوي من الكبير فيهم اتنين وتمانين الف وتمنمية ناقص اتنين وسبعين الف هيديك كام عشر تلاف وتمنمية يبقى انا هاخد العشر تلاف وتمنمية جنيه احطها في مكانها كده اقدر اعمل مقص وهقوله الصين تساوي المية في عشر تلاف وتمنمية على تنين وسبعين الف جنيه يساوي هيديك على الالة كام خمستاشر يميس خمستاشر ايه اه والله يميس دي السين وقفة في سطر النسب يبقى خمستاشر في المية بس كده ويبقى كده خلصنا طيب تعالا ناخد واحدة كمان اوجد تمن شراء بضاعة بيعت بمبلغ ستاشر الف ومية جنيه وكان المكسب خمستاشر في المية واوجد ايضا المكسب اه والله دي مسألة مكسب يا ميس هسطر السطور بتاعتي وهكتب الكلام بتاعي ثمن الشراء زائد المكسب يساوي ثمن البيع والمية في المية تحت الشراء على طول والزائد تحت الزائد واليساوي تحت اليساوي الرقم الاولان اللي عندك ستاشر الف ومية شوف الكلام اللي قبلها ايه بص يا ميس انا وانا بقراها لقيت بيعت ولقيت كمان قبلها الشراء اخد بيعت ولا اخد الشراء لا خد الكلمة اللي لزق في الرقم اقرب كلمة للرقم مين بيعت يا ميس بس يبقى ده ثمن البيع يبقى انت هتيجي هنا تحت ثمن البيع وتكتب ستاشر الف ومية خد الكلمة الاقرب طيب والخمستاشر في المية كده سطر النسب جاهز مية زائد خمستاشر يدينا مية وخمستاشر في المية هو ميس بيقول لي اوجد المكسب اه ده ده اللي انت لحقت تقرؤه يعني يا ميس يعني الولد على طول متعود يلاقي كلمة اوجد في الاخر فمتساستم اوجد ايه عمي اوجد المكسب كتب المكسب وخلص الدنيا هنا بقى في المسألة ميديك اوجد في الاول وميديك اوجد في الاخر يعني هو عايز حكتين يبقى معنى كده انها تعمل سين وهتعمل صاد خلينا بقى في السين اللي هو المكسب السين تساوي 15% في 16100 على 115% هيديك 2100 جنيه يبقى انا هاجي هنا للألف ومية حطاه عند السين واجي هنا الناحية التانية واكتب صاد وهعمل مقص وهقول له الصاد تساوي 100% في 2100 على 15% هيديك 14000 جنيه عايز اتأكد اجمع السطر من اوله من اوله ل14000 زائد ال2100 هيديك 16100 يبقى انت مش صح طيب دي بالنسبة لمسائل المكسب طب مسائل الخسارة يا ميس الخسارة بتقلل فلوسك بس برضو لازم تكون اشتريت الحاجة الاول يبقى انت هتقول ثمن الشراء ناقص الخسارة يساوي ايه 8 البيع والمية في المية تحت الشراء على طول والناقص تحت الناقص واليساوي تحت اليساوي بيتيجي بقى المسائل ازاي اشترى تاجر شحنة لحوم مجمدة ومستوردة بمبلغ 200000 جنيه وبعد ان اشتراها وجد جزءا منتهي الصلاحية لسوق التخزين فباع الباقي بمبلغ 180000 جنيه اوجد نسبة خسارة التاجر اه يا ميس دي خسارة يبقى انا هكتب ثمن الشراء ناقص الخسارة يديني ثمن البيع والمية في المية تحت الشراء على طول والناقص تحت الناقص واليساوي تحت اليساوي وبعدين وحدة وحدة بقى هي الميتين الف دي بتاعت مين مبلغ لا مستوردة لا مجمدة لا لحوم لا شحنة لا تاجر لا اشترا بس اشترا دي من الكلام يبقى انا هاجي هنا تحت ثمن الشراء وهحط 200000 طيب المية وتمانين 1000 دي بتاعت مين مبلغ لا مفيش مبلغ عندي الباقي مفيش برضو كلمة الباقي فباعة اه فباعة يبقى دا تمن البيع يبقى انا هاجي هنا تحت البيع وهكتب 180000 امالهو عايز ايه يا ميس اوجد نسبة خسارة نسبة يبقى انا هاجي هنا تحت الخسارة في النسب وهحط ثين ايوة ميس كان نفسي يبقى في رقم هنا ولا يهمك الرقم دا تحت كلمة الخسارة يبقى انا هاجي هنا واقوله الخسارة تساوي الرقم دا تلم مزنوق في النص يبقى انت هتقوله الكبير فيهم ناقص الصغير هنا الكبير المتين الف مهمكش انت كده كده بتطرح الكبير فيهم ايا كان يبقى انت هتقوله 200000 ناقص 180000 هيديك 20000 جنيه وبعدين تقدر تعمل بقى المقص بتاعك 100% في 200000 على 200000 هيديك 10 10 ايه والله يا ميس احنا السين هنا في سطر النسب المقاوية يبقى 10% طب واميس هو انا على طول هتزنق فيه في النص لا ممكن تتزنق عالطرف خلينا نشوف باع تاجر تلاجة بمبلغ 3000 جنيه فوجد انه خسر 1000 جنيه اوجد النسب المقاوية لخسرته اه ميس دي مسألة خسارة يبقى انا هكتب 8 الشراء ناقص الخسارة يدينا 8 البيع والمية في المية تحت الشراء على طول والناقص تحت الناقص واليساوي تحت اليساوي حاجي لل3000 ايه الكلمة اللي قبلها مبلغ لا تلاجة لا تاجر لا اه باعة يبقى انا هاجي ان ال3000 احطها تحت 8 البيع في سطر الاعداد الحقيقية عشان دي 3000 جنيه فوجد انه خسر 1000 جنيه ال1000 دي بتاعت مين الكلمة اللي قبلها خسر يعني خسارة طب هحط 1000 جنيه تحت الخسارة على طول ولا تحت اللي تحتها لا ميس تحت اللي تحتها ليه عشان ده عدد حقيق يا ميس مش نسبة برافو عليك يبقى انا هكتب ال1000 هنا اما اللي هو عايز مني النسبة المقاوية لخسارته يبقى انا هاجل الخسارة تحت الخسارة على طول في النسب المقاوية وهحط سين ايوة ميس انا كان نفسي يكون في رقم بس المرة دي هنا عشان اقدر اعمل المقص كده بس الرقم ده مش مزنوق مش في النص بس حبيبي المسألة الطبيعية بتاعت الطرح المفروض انها تبتدي من هنا تمشي لحد هنا ده الطبيعي كده هي ماشي عدل انما لما تلاقي نفسك مضطر ان انت ترجع بظهرك في المسألة يعني هتمش عكسي فبدل ما كنت ماشي بالعدل على ان المسألة طرح لأ انت هتمش بالعكس فهتعكس المسألة وهتمش هجمع انت بقى المرة هترجع بظهرك هتاخد الثلاث تلاف وبعدين زائد الالف عشان توصل للرقم اللي قدام تاني لو انت ماشي بالعدل هتمش المسألة عادي لو انت ماشي بالعكس بظهرك هتعكس المسألة لو هي جمع هتبقى طرح ولو هي طرح هتبقى جمع يبقى انت هتقوله والله تمن الشرى اللي انا عايزه ده يساوي وانت رجع بظهرك 3000 زائد 1000 يدينا 4000 جنيه يبقى انا هاخد ال 4000 احطها في مكانها كده اقدر اعمل بقى المقص بتاعي يبقى انا هقول السين تساوي 100% في 1000 على 4000 فيها كام 25 يميس 25 ايه والله يا ميس السين هنا في سطر النسب يبقى انا هقول 25% طيب كده خلصنا مسائل الخسارة اخر نوع من المسائل عندي مسائل الانتاج ايه ميس اللي بيحصل في الانتاج ان اي مصنع بيبتدي في الدنيا بيبتدي بمعدل انتاج معين وحاجة من اتنين يا الناس تحب المنتج ده فتطلب منه كتير فالانتاج كمان يزيد في المصنع يا اما الناس ما تحبوش وما تبقاش عايزاه فساعتها الانتاج بتاع المصنع ده بيقل يعني الانتاج حاجة من اتنين يا يحصل زيادة يا يحصل نقص طب لو حصل زيادة يا ميس اللي بيحصل بيبقى عندي الانتاج الاديم اللي هو المصنع كان عليه بيحصل له زيادة يبقى زائد الجديد والمية في المية تحت الانتاج الاديم على طول المية في المية الناحية دي على طول والزائد تحت الزائد واليساوي تحت اليساوي طب فريدي حصل نقص يا ميس يبقى انا برضو عندي الانتاج الاديم بس المرة دي قل فيبقى ناقص النقص يدينا الانتاج الجديد والمية في المية تحت الانتاج الاديم على طول والنقص تحت الناقص واليساوي تحت اليساوي تعالى بقى نشوف المسائل بتيجي ازاي ارتفع انتاج احد مصانع الاجهزة الكهربائية من 27400 وحدة الى 41100 وحدة هنا المصنع ربنا كرمه والانتاج بتاعه زاد اوجد النسبة المقاوية للزيادة في الانتاج اه والله يا ميس دي مسألة انتاج يبقى انا هكتب الانتاج القديم وطالما ارتفع يبقى هقوله زائد الزيادة يديني ايه الانتاج الجديد والمية في المية تحت القديم على طول والزائد تحت الزائد واليساوي تحت اليساوي لما قلك من من دي يعني القديم الى يعني ربنا كرمه وبقى الانتاج الجديد يبقى انا هاجي من 27400 يبقى انا هكتبها تحت الانتاج القديم الى ربنا كرمه وبقى 41100 هيكتب تحت الانتاج الجديد بس ده في سطر الاعداد الحقيقية عشان بيقول لي وحدة طب اما لو عايز ايه ميس اوجد النسبة المقاوية للزيادة يبقى انا هاجي هنا تحت الزيادة واكتب النسبة المقاوية سين وهعمل مقص ايها ميس كان نفسي الا ايه الرقم ده حلو الرقم ده ماله مزنوق وطالما الرقم مزنوق يبقى انا هطرح الكبير فيهم ناقص الصغير اطلع 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 انت بتجيب الزيادة يساوي هقول له الكبير 41100 ناقص 27400 هيديك 13700 ايه وحدة هكتبها مكانها وهعمل بقى المقص بتاع السين وهقول له السين تساوي 100% في 13700 على 27400 هيدي لك كام 50% عشان السين في سطر النسب طيب افريدي قال لي يا ميس هعرف منين يلا بينا تناقص انتاج احد مصانع الصابون السائل من 10,000 عبوة الى 6,000 عبوة اوجد النسبة المقاوية للنقص في الانتاج يبقى انا هنا والله حصل نقص يبقى انا هقول له الانتاج القديم ناقص النقص يديني الانتاج الجديد والمية في المية تحت القديم على طول والناقص تحت الناقص واليساوي تحت اليساوي من 10,000 يبقى من دي القديمة يبقى هاجي هنا واكتب 10,000 الى وصلت كام 6,000 عبوة يبقى انا هاجي هنا تحت الانتاج الجديد واكتب 6,000 امال هو عايز ايه يا ميس اوجد النسبة المقاوية للنقص يبقى انا هاجي هنا وحط الصين تحت النقص على طول في سطر النسب وهعمل مقص ايوة يا ميس كان نفس الاقي الرقم اللي في النص الرقم ده مزنوق يبقى انا هاجي هنا للعشر تلاف الكبيرة هشيل منها كام 6,000 هيديني 4,000 يا ميس 4,000 ايه والله ده سطر الاعداد الحقيقية يبقى 4,000 عبوة احنا هنا شغالين بالعبوة يوعى تتصرع وتكتب جنيه هو بقى هنا عايز السين اقدر اعمل بقى المقص بتاعي هقوله السين تساوي المية في المية في ال4,000 على 10,000 هيديني 40 40 ايه والله يا ميس السين هنا في سطر النسب يبقى 40 في المية وبكده يبقى خلصنا كل المسائل اللي بتيجي على تطبيقات على حساب المائة لو فهمت الدرس كويس اكتب لي تحت ان انت فهمته ما تنساش بقى اللايك والشير والحاجات الجميلة دي اشوفك على خير يا رب في بقية الدروس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة